السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم عزائي الطلبة بالمحاضرة الأولى بالنسبة للخامس العلمي طبعا احنا وصلنا بالفصل الثاني بداية الفصل الثاني وقبل لنبدأ بهذا الفصل احب انوه بانه الفصل الثاني راح يكون مشترك بالنسبة للتطبيقي والاحيائي يعني الصنفين بالنسبة التطبيق والاحيائي تماما نفس المادة وهذا يشمل الحدشي كل الفصل من البداية الى اخر موضوع موجود بهذا الفصل فبسم الله نبدأ الفصل الثاني الفصل الثاني طبعا هو راح يتحدث به عن الحركة بس قبل لنبدأ بشرح الحركة خلي نعرف انه شن الحركة وشن ربطها بالفيزياء احنا نعرف بانه الفيزياء تحتوي على عدة فروع من ضمنها مثلا فرع الكهرباء فرع الميكانيك فرع المغناطيس فرع الحرارة غيرها من المواضيع النووية النسبية الى اخر من فروع الملفيزياء واحدة من هاي الفروع احنا عدنا اللي هو الميكانيك هذا هو اللي راح يفيدنا في دراستنا بهذا الفصل زين فشنو هو الميكانيك الميكانيك هو احد فروع علم الفيزياء الذي يدرس الحركة فاذا الميكانيك هو احد فروع علم الفيزياء الذي يدرس الحركة وهو يضم فرعين رئيسيين يعني احنا عدنا الميكانيك هو واحد من فروع علم الفيزياء وايضا الميكانيك هو راح يضم فرعين رئيسيين اللي هي كاينيماتيك والدايناميك زين شنو هو الكاينيماتيك وشنو هو الدايناميك الكاينيماتيك هو علم يعنى بوصف حركة الاجسام من غير النظر الى مسبباتها هو علم يعنى بوصف حركة الأجسام من غير النظر إلى مسبباتها يعني شنو هذا الحدي يعني الكاينماتيك هو العلم اللي رح يختص بدراسة مثلا بداية الحركة نهاية الحركة خط تأثير الحركة شنو ممكن أن يتعرض لها الحركة من تغير في اتجاه السير مالته وغيرها من المواضيع اللي ممكن تأثر على حركة الأجسام فإذن هو علم يعنى بوصف حركة الأجسام من غير النظر إلى مسبباتها نجعل الفرع الثاني الرئيسي اللي هو فرع الدايناميك هو علم يهتم بمسببات الحركة مثل القوة والطاقة هو علم يهتم بمسببات الحركة مثل القوة والطاقة شنو معناته هذا الكلام؟ هذا يعني بأنه في علم الدايناميك رح ندرس القوة والطاقة بالنسبة لحركة الأجسام يعني مثلا إنه هاي الحركة مالي الجسم ليش تكونت أصلا؟ هل إنه هي تكونت بفعل قوة أثرت بها على الجسم المتحرك؟ أو مثلا طاقة داخلية موجودة عند الجسم؟ أو مثلا قوة دفع سببت لحركة بهذا الجسم؟ فإذن الكاينيماتيك والدايناميك هذن الفرعين الرئيسية بالنسبة للميكانيك الأولى الكاينيماتيك يعني بوصف حركة الأجسام من غير النظر إلى مسبباتها بينما الدايناميك هو علم يهتم بمسببات الحركة مثل القوة والطاقة الموضوع الثاني اللي موجود عندنا بهذا الفصل اللي هو أطر الإسناد قبل لا ندخل همين بأطر الإسناد أكو عندنا في التوضيح أحب يعني أنا وحاليا قبل لا ندخل بأطر الإسناد هو تعريف الحركة هنا بهذا الموضوع عندنا تعريف الحركة هي التغير المستمر في موقع الجسم بالنسبة إلى نقطة تعاد ثابتة هي التغير المستمر في موقع الجسم بالنسبة إلى نقطة تعاد ثابتة هاي النقطة اللي تعاد ثابتة احنا نسميها بأطر الإسناد هاي النقطة الثابتة اللي احنا راح نقيس الحركة على أساسها نسميها بأطر الإسناد زين احنا نعرف بأنه احنا عدنا مجموعة من الحركات فمثلا عدنا حركة انتقالية مثل حركة السيارة على طريق أفقي طبعا مثلا عدنا حركة دورانية مثل حركة الأرض حول محورها عدنا مثلا حركة البندول اللي هي حركة اهتزازية وعدنا طبعا غيرها بعض الأنواع الأخرى اللي عدنا بالفيزياء مثلا انتوا راح تدرسون ان شاء الله بهذا الكتاب الحركة الدائرية والحركة الدورانية وغيرها طبعا من الحركات اللي عدنا بالفيزياء زين بما انه احنا جاني تحدث عن أطر الإسناد وعرفنا بأنه أطر الإسناد هي النقطة التي تعد ثابتة فمثل شنو؟ مثلا الأشجار، الطرق، المنازل كلها هذه تعتبر كأطر إسناد ثابت كلها ممكن انه اعتبرها أطر إسناد بينما السحب مثلا أو الطائرة المتحركة أو السيارة المتحركة هذين كلهم أمثلة عن أجسام متحركة ما أقدر اعتبرهم كأطار إسناد يعني مثلا انه أنا لما أريد أطلع ويا صديقي فأقول له احنا نلتقي يوم المدرسة الفلانية مثلا أو مثلا نلتقي يوم البيت الفلاني أو المطعم الفلاني كلها عبارة عن أماكن ثابتة غير قابلة للحركة ما أقدر مثلا أقول له احنا خلي نلتقي يوم السيارة المتحركة اللي فاتت مثلا بالطريق الفلاني ليش؟ لأنه موقعها مثابت، موقعها متغير هنا عدنا همين إذا تشوفون أمامكم طبعا الأطفال هنا اللي قاعدين بهذا المكان ممكن أنه أعتبرهم كمثال لإطار إسناد ثابت ليش؟ لأنه ثابت الموقع مالتهم من غير حركة فممكن أنه أعتبرهم كإطار إسناد بينما هنا العدائين اللي موجودين بالصورة العدائين في حالة حركة العدائين هنا دي يرقضون فإذا ما أقدر أن أعتبرهم كإطار إسناد زن، خلينا نخلي فد التعريف بالنسبة لنقطة الإسناد نقطة الإسناد هي نقطة ثابتة بالنسبة لإطار إسناد قصوري نقطة الإسناد هي نقطة ثابتة بالنسبة لإطار إسناد قصوري أتمنى أنه تكون الفكرة واضحة الموضوع اللي بعدها عندنا راح نتحدث به عن الموقع والإزاحة والمسافة وشنو الفارق بين هذاني الى ثلاث مصطلحات اللي دائما ما نشوفهن احنا بالفيزي نجي على اول واحد راح نتحدث عن اللي هو الموقع شنو المقصود بالموقع الموقع احنا نعدنا تعريف اليه الموقع هو كمية متجهة لها مقدار واتجاه معين نسبة الى نقطة الاصل على احد المحاور الثلاثة للإحداثيات الكارتيزية اعيد الموقع هو كمية متجهة لها مقدار واتجاه معين نسبة الى نقطة الاصل على احد المحاور الثلاثة للإحداثيات الكارتيزية اللي هي x, y, z احنا اخذنا بالفصل السابق الإحداثيات الكارتيزية بس احنا اللي اخذنا x, y وهو هذا اللي راح يفيدنا بدراستنا x, y احنا ما راح نتحدث عن z بس لزيادة المعرفة انه x, y هذا اللي احنا اخذنا بالمحاضرة السابقة هنا طبعا عندنا هذا محور y وهنا محور x بس هو هنا مثلا ضيف ان يقول لنا الاحداثيات الكارتيزية هي x, y, z طبعا الثلاثة هو دائما يكون بهذا الاتجاه هذا هنا محور z بس احنا بالفيزياء طبعا هذا هسا ما راح نستخدمه وكل دراستكم ما راح تستخدمه سواء بالخامس او بالسادس بس ممكن يفيدكم في مرحلة الكلية في حال انه كان عندكم اختصاصي خص الفيزياء او الرياضيات تستخدمون المحاور الثلاثة اللي هي x, y, z هذا بالنسبة لي تعريف الموقع عندنا هنا ملاحظة يقول يقال عن الجسم انه في حالة حركة عندما يحدث تغيرا في موقعه نسبة الى نقطة اسناد ثابتة يقال ان الجسم في حالة حركة عندما يحدث تغيرا في موقعه نسبة الى نقطة اسناد ثابتة وطبعا انه الجسم شكت ان اقول عليه انه تحرك في حال انه صار عنده تغير بالنسبة لموقعه الاساسي يعني انا لما اكون بلحظة معينة وقف يوم المدرسة بعدها تحركت 5 متر تعادت عن المدرسة فاني حاليا اقول بانه انا في حالة حركة بالنسبة للمدرسة انا مثلا اذا طلعت من البيت رحت الى المطعم فاني لما طلعت من البيت اقول انا في حالة حركة بالنسبة لبيت مالتنا بالنسبة للنقطة اللي انا انطلقت من عندها فيقاء عن الجسم أنه في حالة حركة عندما يحدث تغيرا في موقعه نسبة إلى نقطة إسناد ثابتة هنا انتهى عندنا الموقع حسنا رح نتحدث عن الإزاحة والمسافة وشن الفرق بين الاثنين بداية أنه رح نتحدث عن الإزاحة لتشوفون هنا عندنا بهذه الصورة عندنا هنا شخص خلي نفترض بأنه هذا الشخص هنا بهذا الموقع خلي نقول مثلا هو اتحرك خمسة متر أما هنا بهذا الموقع النهائي خلي نقول مثلا وصل إلى 12 متر حسنا أنا هنا لما أجي أريد أحسب إزاحة الجسم اللي تحركه طبعا لتشوفون أنه هنا لهذا الشخص بداية الانطلاق كان من هاي النقطة إلى النقطة هذة اللي هنا تي وان أو اكس اينيشيال وبعدها صار عدي آني الموقع النهائي فأريد أحسب الإزاحة اللي تحركها بين هاي النقطة اللي هو اكس اينيشيال شان ممكن أحسبها فأقول بأنه دلتا اكس يساول اكس فاينل ناقصا اكس اينيشيال وبالتالي اكس فاينل ايش قد احنا عدنا عدنا 12 متر اكس فاينل هذا هو اكس فاينل فتكون 12 ناقص اكس اينيشيال اللي هو خمسة ف12 ناقص خمسة راح تكون عندي موجب سبعة موجب سبعة متر زين هنا أنا ألاحظ بأنه بالإزاحة طلعت عندي الإشارة موجبة ممكن أنه مرات تطلع عندي الإشارة موجبة أو إشارة سالبة بما أنه هنا طلعت عندي الإشارة موجبة فهذا يعني بأنه الإزاحة راح تكون باتجاه اليمين زين في حال أنه آني غيرت الاتجاه مثلا أنه هذا الشخص قرر أنه يرجع إلى الخلف هنانا قلنا بأنه هذا كان عندي طبعا راح نبقى نعتبره هذا هنا أنا خمسة اكس اينيشيال الاكس فاينل خلي نقول مثلا هو وصل إلى هاي النقطة هنا ما رجع إلى الأصل وصل إلى هاي النقطة اللي هي واحد متر هناك كان عندنا خمسة متر زين شون ممكن أنه أحسب الإزاحة بالنسبة لحركة هذا الشخص زين هذا هنا أنا عندي اكس اينيشيال وهذا هنا صار عندي اكس فاينل فاش راح أقول راح أقول نفس القانون طبعا اللي يستخدم تقبل شوية اللي هو دلتا اكس يساوي اكس فاينل ناقصا اكس اينيشيال زين بالتالي اش راح يكون عندي اكس فاينل جيد هي واحد متر ناقص اكس اينيشيال موجودة عندي اللي هو خمسة ويساوي راح يطلع عندي أفوا راح يطلع عندي سالب اربع متر زين لو ألاحظ هنا بأنه الإزاحة طلعت عندي سالب بينما قبل قبل شوية اللي حلينا المثال طلع عندي موجب قلنا بما أنه المثال قبله كان موجب فإنه حركته باتجاه اليمين زين هس هنا طلعت عندي سالب فإنه حركته وين راح تكون أكيد راح تكون بالاتجاه الخلفي أو باتجاه معاكس للحركة الأولى أو أقول بأنه حركته راح تكون باتجاه اليسار فإذن الإزاحة ممكن أنه تكون موجبة وممكن تكون سالبة موجب والسالب هو راح يحدد لي اتجاه الحركة زين ناخذ مثال أخير مثال ثالث اللي هو على الإزاحة لو مثلا عندي هو نفس الجسم خلي نقول مثلا تحرك من هاي النقطة هذا اللي احنا اعتبرنا خمسة خلي نقول مثلا تحرك من هاي النقطة إلى نقطة هنا مثلا خلي نقول 20 متر زين وهو هنا كان خمسة فإذا هو وش قد تحرك تحرك 15 متر زين لو على فرض أنه هذا الشخص تحرك إلى النقطة اللي هي هنا 20 متر وبعدها رجع إلى الخلف فإنه حركته يعني رح تكون ذهاب وإياب فهنان الإزاحة مالتنا اللي هي Δلتا إكس رح تكون تساوي صفر الإزاحة رح تكون تساوي صفر ليش؟ لأنه الجسم هو تحرك من نفس النقطة وبعدها رجع إلى نقطة الانطلاق فتكون الإزاحة صفر هنا رح يبين عندي فرق بين الإزاحة والمسافة زين مسافة شنو؟ المسافة هي كل الطريق اللي قطع الجسم فإذن أنا هنا رح ما نتحرك 15 متر وبعدها رجع 15 فأقول أنه المسافة هي 30 متر بينما الإزاحة رح تكون صفر الإزاحة هو الفرق بين الموقع النهائي ناقصا الموقع الابتدائي بينما المسافة لا أنا أجمعها سواء كان باتجاه يمين باتجاه يسار باتجاه الشمال جنوب دائماً تكون حاصل جمع الحركة الفرق الثاني بين المسافة والإزاحة إنه الإزاحة تعتبر ككمية متجهة وإحنا عرفنا إنه ممكن تطلع موجب ممكن تطلع سالب وقلنا إنه الموجب والسالب هو اللي راح يحدد لاتجاه الحركة فإذن الإزاحة تعتبر كمية متجهة بينما المسافة تعتبر كمية عددية فإنما تكون اتجاه الحركة أنا أجمعها حتى لو كان إنه الشخص دا يرجع بالاتجاه المعاكس نحو اليسار فأني دائماً تكون إشارتها موجبة في حال إنه ردت أحسب المسافة أما الإزاحة لا إذا كان باتجاه اليسار يكون سالب المسافة دائماً موجب وهاي إن شاء الله راح نوضحها بالمحاضرات القادمة وطبعاً هذا الشرح اللي شرحناه هذا نفس الأرقام هس اللي أخذناها وإحنا عرفنا بأنه الرمز دلتا يعني التغير أو الفرق بين الكميتين فمثلاً إحنا عدنا الدلتا X يعني التغير بالإزاحة أو مثلاً راح تمر علينا دلتا T نقصد بيها التغير بالزمن مثلاً راح تمر علينا الدلتا V نقصد بيها التغير في السرعة أتمنى أنه تكون المحاضرة واضحة إلى هنا طبعاً راح تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم إن شاء الله أنه راح نوضح فكرة بالنسبة للإزاحة والمسافة والسراع بأنفذة على المحاضرة القادمة نلتقي على خير إن شاء الله ومع السلامة